الله أكبر الله أكبر أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا كم من المسلمين يصدون الفجر هي صلاة الفجر تقينها دمعه يعني صعبة يعني عايزة أسأل سؤال هي يعني ربنا أكلفنا بحدا فوق الطاقة أكسم بربي الأمة الآن لو صلت الفجر في ليلة واحدة سننتصر صباحا يبي أترك صلاة الفجر مطلقا وبعدين وأخرجها معاه أتفضل كده لحد إمتى صلاة الفجر الفيصل بين المؤمن والمنافق صلاة الجماعة عموما هي الفيصل بين المؤمن والمنافق وخصوصا صلاة العشاء والفجر أتقل الصلاة على المنافقين الله جل وعلا ينادي عليك أين أنت؟ عايزة تقدر تصلي صلاة الفجر في جماعة أول حاجة تعرف أن يدام مش بقوتك ولا بإرادتك ولا بإمكانياتك استعن بالله اختفكر فيما أعداه الله عز وجل من المتهونين في صلاة الفجر البعد عن الظروب والمعاصم الصحبة الصالحة اللي عايز يحج ومش قادر صل الفجر ووقت لغاية الضوحة صل ركاتين كتبت لك حجة وعمرة تأمة 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 إنه مش هصلي الفجر في جماعة هيعرب نفسه هيعرب نفسه بكل أسف بكل أسف لعذاب الخطر أنت فيه أنت لسه نايم أنت لسه بقدام الأفلام الإذحية القجر النجسة أنت لسه في غرفة من غرف الكسر هو الفساد يا أخي التقلاء هيا أنت لسه نايمة يا أختي حتى الفجر مضيعاه حتى الفجر مضيعاه أوز حد لسه يصحيك الصلاة الفجر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله